محمية شويفات نحن اليوم رح يكون مشوارنا بمحمية شويفات رح نفوت على المحمية هي قريبة على بيروت كتير رح نتعرف عليها رح نشوف طبيعتها وبقتها الحلوة ونفرجيكم عليها أهم شغلي بالمحمية يكون فيها سلة نفيات بوبال طبيعة نظيفة الأرض نظيفة اليوم سوف نعتبر الطبيعة هي الأم الأم تستقبل كل أولادها فعندما نكون في قلب الطبيعة سوف تجد كل شخص ما كان لونه ما كان دينه من أي منطقة جاءة فقط يرتاح الطبيعة لأنه يكون بين أحدان أمه طبيعة كلمان هاكم على قد محبتنا لأمنا سوف نحب الطبيعة نحافظ عليها نحميها نتأمل فيها نشوف جمالها تأخذوا وقت لتمشوا وتأخذوا وقت لتقعدوا لحالكم وتتأملوا وتفكروا بالخالي تفكروا بحياتكم تفكروا بكل لحظة هلأ رح نشوف ما في قلب المحمية يعني من الأصوات يجب أن تكونوا عارفين في عنا هون التجاج نحن هون في عنا بط كمان قدام يعني عم نجرب قد ما فينا نفرجيكم شو في بالمحمية هيدا نوع من الغزال إذا ملاحظين شايفينه هون قاعد لحاله يمكن متزاع المعرفيق الغزال التاني موجودة هنا نحن نعمل هاي كيك بالمحمية كنا نعمل شو سفور عجلات كتير نيحة مهمة تعملوا سفاتشيك أكيد بداية الهاي كيك وخلال الهاي كيك فيكم تقفوا على هيدا الستوب اللي هون في كزا ماشين نعمل فيهم كزا حركة شي كتير حلو برافو للمحمية شويفت شكرا شكرا الحلو بهادة المحمية انه مليانة صورة يعني نحن عملاحظ بقلب المحمية كلما نمشي شوي تلاقوا في جسر يعني من ضفة لضفة شي كتير رائع موسيقى نحن عملاحظ بدمجر نحنا اليوم معنا مادام إليزابات هي 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 كتير معنا شخص فعال ونشيط ومهضوم راح تركنا مجال هي تحكي واتخبرنا خبرتها الشخصية الهايكين جميل والليفل كمان هايين كتير ومين المكان بيقدر يمشي عليه والطقس أحلى والصحبة أحلى وأحلى بتنصح الجميع يشاركو؟ أكيد أكيد أنا وبعمري عم بمشي بسهولة كتير احنا بمعبئة وادي أبس المعام بشوايفات شوايفات مدينة سعفية حضرية كل شي فيها اوكي شو رقيك يا نجوة؟ صراحة نحنا ممنعرف عن الشوايفات غير انه طريق يوصل على الجنوب وعجقة كتير عليه بس اللي بيفوت على قلب شوايفات ويشوف شو فيه جمال يعني شي رائع جدا اوكي تانكيو هناك معنى صبية محضومة وحلوة نايا خبرين عن شوايفات اوكي تانكيو نايا يجي يعمل صفور هنا بالطبيعة وفي كمان جيم يقدر يعمل مثل بالطبيعة وحد الشجر يأخذ هوا نظيف تانكيو نايا وهذه هي رسالة لكل الشباب والصبايا الذين يشاركو معنا شو معقولة نعمل اذا فيه دوليب يعني نحن معوادين نحرقهم ونولعهم بصير في تلوس لدوليب مبعث من كبهم من كبهم من كبهم ولكن هناك فكرة جميلة فكرة جميلة نستفيد للدوليب نستفيد بالنون نعم وشيفيون يساعد الشخص بقلب الطبيعة نعمه الدرجة نعم نشوف هلا كل شخص بالجروب يسحب ورقه اوكي وهلا رح يأتي دورة بقلب هذا الكيس ميراي رفقتنا بالجروب عملتنا ساك فيه جملة مفيدة لحنة هون اوكي سوف نرى ماذا يظهر يظهر أنا الغير مستطاع عند الناس ومستطاع عند الله